الفيضانات التي تعصف بمنطقة البلقان ووسط أوروبا تزداد حدة وفي سربيا تم إخلاء الألاف من وسط البلاد وغربها بعد أن غمرت المياه العديد من القرى أحوال تقس الأسوأ التي تشهدها البلاد منذ 120 عاما هذه الفيضانات بنسبة توراتية خلفت أدراراً فادحة ولا يمكن التطرق إلى المعاناة البشرية أمتار لم تشهدها سربيا في تاريخها وفي البوسنة الأوضاع أيضاً مشابهة لما هي الحال في سربيا حيث فاضت الأنهار عن مجاريها وتسبب انجراف التربة بهدم العديد من المنازل ترجمة نانسي قنقر